اشتركوا في القناة نتوقف اليوم مع الضرس الأخير من مكون علم اللغة ويسمى الطباق والمقابلة ونبدأ أولا بأمثلة الانتلق أمامنا ثلاثة أمثلة المثال الأول هو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطل المثال الثاني وقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمثال الثالث والأخير قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ننتقل بعد قراءتنا لهذه الأمثلة الثلاث إلى تحليل هذه الأمثلة والصنباط الظاهرة البلاغية والظاهرة اللغوية من خلالها ونبدأ بالمثالين الأول والثاني إذا تأملنا هذين المثالين سنلاحظ على أنهما بنيا على تنائيات ضدية يعني أن في المثالين معا كلمات أو مجموعة من الكلمات وأتضادها ففي المثال الأول مثلا هناك كلمة الأول ضد الآخر وكلمة الظاهر ضد الباطل وفي المثال الثاني هناك كلمة يعلمون ضد لا يعلمون بناء على هذا التضاد بين الكلمات في المثالين معا يمكننا أن نقول إن في الجملتين ما يسمى بأسلوب الطباق وبذلك يمكن أن نعرف الطباق بأنه تضاد بين كلمات في الجملة إذا عدنا إلى المثالين سنلاحظ أن التضاد في المثال الأول يختلف عن التضاد في المثال الثاني فبتأمل المثال الأول سنكتشف ماذا سنكتشف أن التضاد قائم بين كلمتين مختلفتين كلمة الأول ضد الآخر إذن هما كلمتين مختلفتين متضادتين في المعنى كذلك الظاهر ضد البطل كلمتين مختلفتين متضادتين في المعنى هذا فيما يتعلق بالمثال الأول في المثال الثاني سنكتشف أن المتكلمة وظف كلمة واحدة لكن بصغتين مختلفتين فمرة تلجأت الكلمة متبتة يعلمون إثبات العلم ومرة تلجأ الكلمة من فيا لا يعلمون نفي العلم وهذا الإثبات مرة والنفي مرة أخرى أعطانا علاقة تضاد في المعنى بين الكلمة إذن هناك في الجملة الأولى كلمات مختلفة وضدها وهناك في الجملة الثانية كلمة واحدة لكن بصغتين إحدهما متبتة خالية من حرف النفي والثانية من فيا جاءت قرونة بحرف نفي فأعطاها معنى معاكسة مضادة للمعنى الأول بناء على ذلك يختلف الطباق في المثال الأول عن الطباق في المثال الثاني الطباق في المثال الأول يسمى طباق الإيجاب وهو حينما نوضف كلمتين مختلفتين بينهما علاقة تضاد في المعنى والطباق في المثال الثاني يسمى طباق السلم وهو حينما نوضف كلمة واحدة لكن بصغتين مختلفتين إحدا هما متبتة والأخرى من فيه في أعطينا تضاد في المعنى نقول يعلموا لا يعلموا مجتهدون غير مجتهدين مجتهدون ليس بمجتهدين إذن عندنا مجموعة من الأدوات لأن النفي لا ليس غيرها من الأدوات الآن ننتقل إلى المثال الثالث إذن تلاحظوا أن في المثال الثالث هناك كذلك كلمات وضده لكن في الحقيقة أن هذه بنية الجملة تتضمن نوع من التطابق ففي الجملة معنين اثنين يحل لهم الطيبات هذا معنى ويحرم عليهم الخبائط هذا معنى آخر في جملة واحدة وكل معنى يتضمن كلمات وضدها في المعنى الثالث مثلا عندنا يحل في المعنى الأول ضدها يحرم ولهم ضدها عليه والطيبات ضدها الخبائط لذلك فهذه الجملة هي ليست جملة الطباق وإنما تسمى جملة مقابلتي لكن هذا التقابل وهذا المقابلة تتطلب شرطين أساسي الشرط الأول وأن يكون التضاد على الأقل بين كلمتين في المثال الأول وكلمتين في المثال الثاني لا يمكن أن يكون التقابل بين كلمة وأخرى فقط لا يلزم كلمتين على الأقل في كل معنى وضدهما في المعنى الثاني وهو تلاحظون أن في هذا المثال عندنا تقابل بين ثلاث كلمات في المعنى الأول ومثلها في المعنى الثاني هذا الشرط الأول فإن حضر يمكن أن نقول مقابلة فإن غاب يعني كان التقابل بين كلمة وحدة فهذه الحالة ليست بمقابلة بل هي طيب الشرط الثاني أن تكون الكلمات المتقابلة مبنية على نفس الترتيب في المعنى الأول وفي المعنى الثاني تلاحظون على أن الكلمة الأولى في المعنى الأول هي الكلمة الأولى في الثاني إذن واحد ضد واحد يحلو ضد يحر لهم ضد عليهم جوج ضد جوج ثم ثلاثة ضد ثلاثة إذا اختل هذا التقابل هو أبقى التقابل فقط في كلمة واحدة ما يبقاش مقابل مثلاً إذا قلنا يحلو لهم أو يحلو الطيبات لهم ويحرموا عليهم الخبائث غادي يقول لي شنو واحد ضد واحد جوج ضد ثلاثة وثلاثة ضد جوج إذا نقول له هذا التراتبية ولت في كلمة واحدة أو بين كلمتين فقط وفي هذه الحالة ما كيوليش ما كتبقاش مقابلة كتولي الطيباق إذا لابد أن يكون على الأقل جوج كلمات جوج كلمات مرتبين على نفس الترتيب دون أن يختلى ذلك الترتيب إذا هذا فيما يتعلق بالطيباق المقابلة وهو بطبع من أسهل الدروس المقررة لديكم في هذه السنة الدراسية نصل الآن إلى السنتاج الطيباق تعريفه هو الجمع في الكلام بين الكلمة وضدهم وضدهم ويكون إما بالأسماء أو بالأفعال يحي ويميت مثلا حي ميت في الأسماء يحي ويميت في الأفعال أو في الحروف لهم علي لك عليك والطيباق كما قلنا نوعي هناك طيباق إيجاب ويكون بالجمع بين كلمتين مختلفتين متضادتين في المعنى ثم طيباق السل ويكون بالإيتيان بكلمة واحدة في صغتين مختلفتين إحداهما متبتة والأخرى من فيها وأدوتنا في كما قلنا هناك لا هناك ليسا هناك غيرا هذه أكثرها تدولة المقابلة هي الجمع بين معنين متقابلين أو بين كلماتهما علاقة تدخ ويشترط فيها كما قلنا أمرين أن يكون التقابل على الأقل بين كلمتين وضدهما على الأقل يكون ثلاثة 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 أربعة أكذا حسب الجملة ولذلك أنواع المقابلتنا حينما يسميها البلاغيون أو العلماء اللغة يقول لك مقابلة ثلاثة 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 أن ضلطها يريد أن تطقنا جميعا لما فيه الخير و أن يعيننا و أن أعينكم VA الخير و يسهل أموركم أبنائي و بنتي التلميذ والتلميذات طبع بعد هذا الدرس إشاء الله سنزويدكم بمجموعة من التمارENE تثبيقية لكي نركز هذه الظاهرة اللغوية ونستوحي بها بشكلين جيدين والسلام عليكم ورحمة الله